راح يكون إلك صوت عالي للوقوف ضد راح يكون إلك صوت عالي بالوقوف بالضد من تعديل قانون الأحوال الشخصية بالتأكيد هذا أقول إلى كل شوفي أنا مخلص للنظام السياسي ومخلص للدول وأنا أقول أنا شيعي سياسي لا يقولون للشياء هذا يفيد هذا راح يهجم لبيوت آخر تجربة للشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية داعش ترى بعد خمس سنوات إذا مشى تعديل هذا القانون سيكون حكم داعش في كل مدينة إراقية بايش يريدون يقولون ما يطابق الشريعة الإسلامية مادة خمسة وسبعين أعتقد سبعة وخمسين سبعة وخمسين اللي يريدون الحضانة للأب على الفقه الجعفري مو كل سنة إحنا بمرتين ثلاثة ننكب بفاجعة أن يقتل طفل على يد زوجة أبيه وعلى يد الآب قبل يومين ابنية ماتت تعذيبا على السطح ماتت جوع وعطش فإحنا هذا القانون راح توقف تعدني من خلال هذا المنبر يا سيادة مستشار لا والله أنا مواب باعي القانون في المادة الأولى فقر أثنين يقول إذا لم يوجد نص تشريح يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة شوف الزكاء ما قال شي عوسني قال الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون وبعقد الزواج في استحقاق مؤخر المهر طبعا يكتب الحنفي والجعفري موجود عند المحكمة العراقية لا لا ما يكتب جعفري وحنفي إذا قال باستحقاق أقرب الأجلين الموتة والوفاة يعني حنفي صح إذا قال المطالبة والميسر جعفري ترتبت علي كل الأحكام الأخرى يقول لك هذا مشرعي هذا مشرعي طبعا مشرعي هذا ملائمة للمدنية والحداثة والتنوير مع الفقه الإسلامي بكل ثوابت الفقه الإسلامي بأعلى تخصص وبقواعد المدنية اللي تخلينا آن وياك بشر مو تخليك عبد عندي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة